اشتركوا في القناة سنة الاضحية تعرفون رحمكم الله ان الاضحية اسم لما يتقرب الى الله بذكاته من بهيمة الانعم وسميت بهذا الاسم لانها تذكى في وقت الدحى من يوم الاضحى وهي افضل ما يتقرب به الى الله في يوم النحر روى ابن ماجا عن ام الممين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم وانه لا يؤتى يوم القيامة بقرونها واذلافها واشعارها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا وقال عز وجل في كتابه العزيز انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحار ان شانئك هو لابطر وتبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليها ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر وذلك لانها عليه فرض وبالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم فهي سنة مؤكدة غير واجبة ومعلومات الاضحية كثيرة جدا يحيط بها الساد العلماء والفقهاء في دروسهم كل سنة ولا اريد ان اطيل بذلك ولكنني اختم بقضية اعتبرها من الاهمية بمكان ذلك ان الاضحية يجب ان تكون عملا خالصا لله تعالى غير ان العادات والاعراف الاجتماعية تتدخل كثيرا فتهدد بنسف الاجر والتواب الذي ينفع المضحي عند الله وذلك بمجموعة من الامور السلبية اهمها اولا التكلف عند اقتنائها فنجد ان كثيرا من المسلمين يتعبون انفسهم ويتحملون ويتحملون رغم عدم قدرتهم على اعداد الاضحية فتجد الواحد منهم يقترض من اجلها رغم ان ظروفه المادية متأزمة اصلا وقد يقترض احيانا بالفائدة وقد يؤدي به الامر الى بيع ما يحتاج اليه من اتاث منزله وينتج عن كل ذلك انها تجحف بماله الامر التاني التفاخر والتباهي والتسابق بين الجيران فنجد ان نية التقرب تكاد تغيب عن الادهان وانما يتداول الجيران فيما بينهم ايهم اكبر اضحية من الاخر الامر الثالث الاشتراك فيها رغم ان هذا لا يجوز في المذهب المالكي فتجد ان عدة اصر تجتمع فيما بينها لتدبح اضحية واحدة فتشترك في تمنها وفي توزيع لحمها والذي يؤدي بهم الى ذلك في بعض الاحيان انهم يبحثون عن المنفعة المادية ويقول الواحد منهم للاخر مثلا بدل ان يشتري كل واحد منا خروفا بتمن غال لماذا لا نشترك في بقرة وهي اكتر وهي اكتر اكتر لحما واقل تمنا وهكذا تبعد المسائل الاساسية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضية الاضحية رابعا عدم التصدق منها والله جل وعلا يقول فكلوا منها واتعموا البائس الفقير لدرجة انه في عام الدافة التي حلت بالمدينة المنورة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزن اللحم بعد ثلاثة ايام وقد كان السلف الصالح يتنافس في التصدق اكتر من الاكل والادخار اما في زماننا هذا فقد طغت الانانية والحرص على الادخار وبالتالي لا نساعد اخواننا الذين هم في امس الحاجة الى ان ينتفعوا بما يوهب لهم وما يتصدق به عليهم من الناس نسأل الله تعالى ان يفقهنا في ديننا وان يعود بنا الى شرع الله الحكيم الذي يعطي لكل دي حق حقه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واليه وصحبه ومن تبع هديه الى يوم الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين